وين بحسن البلام اللي هو دايما يقول لك كما يجي لك بنت في سن تخبيلك تجننك تهبيلك دمرتني يا رجل دمرتني شا دمرت شخصيتي ثلاث سنين ونص انا اتدمرت شخصيتي نهائيا والله اولا يعتني بالحجر وانا بالرياض محجور خمس تشفر واول بنت عندي وانولدت بالكويت انا اول ما سمعت الخبر سبع الصبح نزلت فول بلشت عيط عيني ما ادري ليش يعني ما ادري شنو الاحساس يعتني وانا عمري خمسة واربعين سنة من سنتين يعني من ثلاث سنين ونص ايوه ثلاث سنين ونص انا شهرة 12 صورت تسعة واربعين فقعت من الفراش سرير جناعي يتسكر طلعت حق الربع برة ما ريعتني بنت وانا قاعدة بشي ما ادري شنو الاحساس اللي يعني الحين قاعدت تكبر معاي حاضر ان شاء الله ام زيان حسن انت لا تسوي شي دي انت دا تربية اقول ادي اخريها عني يعني لا تيمي يعني انا مش هعمل حاجة ما تكيش دعو بي اي شي تبي خلتاخب دا مبوها موجود وعنت خلتاخب استقربت قوي ان انت عندك شك ان انت تقدر توفر لها فلوس كتير قوي لغاية ما تتعلم انا قاعدة اوفر من الحين بتوفر له طبعا لما تكبر يكون عندها رصيدها شبي انا الحين بالفلوس انا شفت كل شي وشريت كل شي وسافرت كل مكان الحمد لله فضل من رب العالمين من شخص كان ينام على نفس الفراش نفس الاتخت او الوسادة يقعد عليها مجلس هي منها مجلس ومنها سرير طبعا من بيت ادي كده لي الحمد لله فضل من الله سبحانه وتعالى ودعاوي الوالدين ومحبين الناس هذا الى انسان قم تلبس اي شي اي شي بخاطرة اروح اشتري انا وصلت الحمد لله هذه المرحلة كلها من دعاوي الوالدة من رضا الله سبحانه وتعالى فليش ايه هي تنعي خلها خل تاخذ تعبي راضي خل تاخذ روحي راضي انا ما كنت اعرف انا مثلت مرة مسلسل اليوم الاسود ان عندي بنات ومرتي خذتهم وان انا عشت طول الثلاثين حلقة انطر بس شوفتهم وشفتهم بالحلقة ثلاثين وعملت وكان جميل وليوم الاسود من المسلسلات اللي انجحت الحين لو اسويه بسويه بشكل اخر لاني ما كنت اعرف احساس التواصل بين الاب والبنت البنت البنت تشمها بس كافي التعب كلها يروح انا ارجع مسرح عربين بالليل انا ارقص فوق السرير معاها والله العظيم ما اللي احميلي تليه تليه شوفها شوفها وانا معاها ارقص والله يستاذ اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة